العود الذي تقدح منه النار اسمه الزند وجمعه زنات فالنار تستقدح بعودين الأعلى اسمه الزند وهو المتحرك والأسفل الثابت اسمه الزندة وهو مؤنث وتقول قدحت النار وذلك إذا حككت الزند بالزندة لإيقادها وإيقادك النار بقدح الزند هذا يسمى إيراء فتقول ورد النار تري وريا إذا اتقدت فإيقادك لها بقدح الزند هو الإيراء وتقول كذلك وري الزند أي العود الذي تستقدح منه النار يري وريا فهو زند وار إذا اتقد ومع ذلك ما كل شجرة تصلح زنادها للقطح فبعض الشجر إذا قدحت بزناده لم يوقد فيقال حينئذ صلد الزند يصلد صلدا إذا قدحت به فصوت ولم يوقد النار لأن شجرته لا تصلح لإيراء النار لإيقاد النار فتقول صلد الزند يصلد أما أحسن الأشجار قدحا وإيراءا فهي شجرة الدفلا وكذلك شجرة المرخ فزناد الدفلا والمرخ كذيرة النار لا تصلد والزند الواري هو الزند المتقد وتصف العرب الرجل فتقول إن زنده وار وذلك كناية عن الكرم والجود قال الشاعر وجدنا زند جده موريا وزند بني هوازن غير واري وقد قال قيس بن رفاعة مخاطبا الحارثة الغسانية مقارنا بينه وبين النعمان اللخمي لزندك أورا من زنده أي أنت أكرم منه فكأنه يقول له زندك إذا قدحنا منه لنوري النار لنوقد النار كان إيراؤه وإيقاده للنار أفضل من إيراء زند النعمان فهذا معنى زندك أورا من زنده فهو كناية عن الكرم والجود وتقول العرب سقط الزند وهو الشرارة الأولى التي تقع من احتكاك الزند قبل اتقاد النار واستحكامها وقد سمى أبو العلاء ديوانا له سقط الزند وذلك لأنه جمع فيه شعره الذي قاله في شبابه فاستعار سقط الزند الذي هو باكرة اشتعال النار استعاره لشعره في شبابه الذي هو باكرة إنتاجه الأدبي قبل أن يشتعل أدبه تجربة وحكمة في مؤلفات مثل رسالة الوفران واللزوميات فكأن شعره في شبابه هو سقط الزند الذي هو بداية ما يقع عند القدح بالزند لإيقاد النار ويقال للرجل الذي يقدح الزند ليوقد النار القادح ومنه سمي الذباب بالأقدح لأن حركة الذبابة بيديها في وقت اطمئنانها هي حركة تشبه قدح القادح للزند كي يوقد النار ومن ذلك قول عن ترى تيصف ذبابا هزجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذمي هو يصف ذبابا خلى له الجو في روضة غناء ففرح هذا الذباب وجعل يترنم ويحك ذراعه بذراعه من الطرب الذي اعتراه وشبه الذبابة بالرجل الأجذمي أي مقطوع اليد المكب على القدح بالزناد كي يوشعل النار فهو تشبيههم في غاية البلاغة لكن يقول علماء الأحياء أن الذبابة تفعل ذلك بأرجلها لتنظيفها من مخلفات الأجسام التي تهبط عليها وليس بسبب الفرح كما يقول عن ترى عرفنا الآن أن القادحة هو الرجل الذي يقضح الزند ليوقد النار القادحة أيضا تطلق على الأكال الذي يقع في الشجر والأسنان فالقادحة هي الدودة التي تأكل السن والشجر وجمعها قوادح فتقول أسرعت في أسنانه القوادح وذلك إذا تآكلت أسنانه ومن ذلك قول جميل يدعو على محبوبته بذينة رمى الله في عيني بذينة بالقلى وفي الغر من أنيابها بالقوادح دعا عليها بالقلى لأنها فتنته بعينيها الكحلاوين ودعا عليها بالقوادح التسوس لأنها سلبته عقله بأسنانها البيض وضحكتها نرجو أن تشاركوا الحلقة وتشتركوا في القناة على يوتيوب وتتابعوا صفحة الأمال على فيسبوك كي يصلكم جديد المقاطع دمتم بخير